خلينا كده في البداية نتكلم ونقول يعني ايه رقم قومي موحد للعقارات اللي موجودة في مصر كلها يعني كل العقار حنطلع لبطاقة؟ بالظبط كده فاني أول نهاردة لازم يكون فيه تعريف بمؤصفات كاملة لكل مبنى والكل وحدة سكنية أو وحدة تجدية أو اقتصادية بشكل عام لازم يكون لها بطاقة تعريف كاملة وتكون غير مشابهة لأي مبنى آخر أو أي وحدة سكنية أخر الكلام ده أهميته ايه؟ النهاردة احنا عندنا تقريبا ما يعادل حوالي 60 مليون وحدة متنوعة الاستخدام في العديد منهم مستخبي ما حدش يعرف عنه حاجة وفي منهم مختلط بيبقى فيه تشابه حتى في العنوين في النوع مش عارفين إذا كان النشاط اللي موجود فيه هل هو نشاط واحد ولا أكثر من نشاط فبالتالي المفروض اللي هي البطاقة التعريفية أو الرقم القومي اللي هيبقى موجود لي ده هو المفروض بيعرف لنا المباني دي أو الوحدات السكنية أو الوحدات الاقتصادية دي ايه هي كينونتها واستخدامها اللي موجود وإذا كانت شغيرة ولا غير شغيرة في كل التفاصيل دي طبعا الكلام ده هو كلام ومجهود هيبقى مجهود ضخم جدا خصوصا في المناطق العشوائية والمناطق اللي هي بنية فيها العديد من البباني أو الكثير من المباني بشكل غير قانوني لسبب أنه هو النهاردة أنا لما باجي أعمل ترخيص المفروض أنه هو بتكون فيه بطاقة تعريفية باي الرخصة اللي موجودة عندي دي فبالتالي أنا عارف ايه مكونات المبنى وإيه مسطحه ومين المسؤول عنه ومين اللي يبقى سكنه حتى في المستقبل بعد كده أقدر أتابعه في هذا الموضوع بيبقى سهل جدا عملية تسجيله في الشهر العقار عملية التحكم في الملكية والحيازة بالنسبة للمواطن بتبقى أسهل اسلوب التعامل ما بين الدولة والمواطن نفسه في هذا المكان بيبقى أفضل والمفروض أنه هو ما بيجرش على حق المواطن وفي نفس الوقت ما بيتخدش حق الدولة في هذا الموضوع خصوصا لو كان فيه مستحقات معاناة المفروضة أنها تدفع يعني لما يجي نقول أنه هنقسم العقارات ما بين عقارات معمولة للسكن وعقارات معمولة لمزاولة الأنشطة التجارية عقارات ممكن تكون بتقدم خدمة عقارات مملوكة للأفراد عقارات مملوكة لهيئات أو لشخصيات اعتبارية وعقارات مملوكة للبولة لما يجي نقسمهم كلهم ونعمل لهم رقم قومي كل واحد يميزه عن التاني ده حيعود بالنفع على البلد في إيه وعلى الناس في إيه زي ما قلنا أن بالنسبة لي المواطن نفسه هيبقى فيه الحياة بتاعته واضحة وصريحة لما يجي أنا أتعامل مع صاحب ملك معين عشان خطر أشتري منه كويس مش هيبقى فيه مشكلة لسبب أننا مسهل جدا عن طريق هذا الرقم القومي أننا نعرف بيان كامل بحالة المبنى وملكيته وقانونيته وكل التفاصيل الموجودة فبالتالي اللي كان بيحصل زمانا أنه ممكن مثلا واحد يشتري شقة وهي لم تبنى لكن لو في هذا البيان اللي موجود عندي أو الرقم القومي الموجود عندي وفيه تعريف أنا أقدر أروح أشتري هذا الكلام وأقدر أكون متطمن تماما أنه هو فيه حاجة صحيح الحاجة التانية كمان أنه لما يحصل عملية الشراء والبيع ما بينه ما بين شخص ما المفروض أن الحكومة كمان هتكون عارفة بهذا الأمر فبالتالي مستحقتها لابد أنها هتاخدها في هذا المكان ده غير طبعا أنه إحنا لما بنجي نتعامل إحنا ونتعامل مع هيئات كتيرة جدا بالنسبة للدولة يعني مثلا لو أنت بتكلمي على الأنشاطة التجارية ففيه يعني هيئات مختصة بموضوع التعامل مع الأنشاطة التجارية الصناعة فيه عندنا هيئة التنمية الصناعية السياحة عندنا هيئة تنشيط السياحة فكل العناصر المختلفة الموجودة دي المفروض أنها تربط بشكل عام عن طريق هيكل علمي أو معروف واحد للمباني عشان التعامل معها يبقى شكل واضح وصريح وما بقاش فيه اختلاط فيه التعامل ما بينهم وما بين بعض فده بيسهل التعامل ما بين الهيئات المختلفة الموجودة دي مع بعضها وكمان مع المواطن وإذا كان فيه هيئات أخرى هتتدخل يعني الربط ما بين المواطن والبطاقة بتاعته والتعريب بتاعه وسكنه مثلاً لابد أن هو يكون موجود فبالتالي هو عن طريق الرقم القوم يعني طبعاً يعني الموضوع مش بسيط بالشكل ده خصوصاً أن احنا عندنا فيه مشكلة أنه زي ما قلت لحضرتك كده أن احنا عندنا أغلب المباني غير مسجلة احنا عندنا تقريباً بنتكلم من 90% إلى 95% مباني غير مسجلة وغير مشهرة عخرية احنا مش بس بنتكلم عن المناطق اللي قد تكون عشوائية والدولة اشتغلت عليها في الفترة اللي فاتت احنا بنتكلم عن مناطق ما كانتش وصل لها أصلاً خدمات والناس بنت على أراضي زراعية وتصلحوا بشكل أو بآخر أو بنت في السحرة من غير أي خدمات وتصلحوا بشكل أو بآخر ولكن بقى فيه أبنية قائمة موجودة بالفعل والناس عارفت تسوي وضعها القانوني وبقت موجودة ولكن مش موجود لها أي أوراق في الدولة حرارتك ذكرت فيه حاجة مهمة جداً النهاردة في ضمن بطاقة التعريف أو اللي هو الرقم القومي اللي موجود المفروض أن أبقى بعرف إذا كانت هذه المنطقة أو هذا المبنى أو هذه الوحدة وصلها مرافق ولا لا وبالتالي يبقى فيه الحصر بتاع الصروة العقارية اللي موجودة عندنا ومدى خدمتها اللي موجودة وإذا كان حتى كمان فيه خدمات زي مثلاً خدمات صحية خدمات تعليمية خدمات إدارية بتقول إليها هذه الوحدة والإدارات المختلفة والناس المختصة فيه التعامل مع هذه الوحدة يقول لا المفروض بتكون واضحة فيه هذا البيان اللي هو المفروض هيكون رقم قومي موحد لهذا الموضوع لما يكون عندنا مشكلة في منطقة ما ونقص مرافق مثلاً موجود معاناً هتبقى واضحة في هذا الرقم القومي لأن الشبكة اللي موجودة الشبكة المعلوماتية هتكون جامعة في هذا الأمر يعني النهاردة تدخل التعبئة والإحصى فيه عمل هذا الموضوع برضو ده شيء مهم جداً ده طبعاً بالأضافة أنها مش هتقدر تعمل هذا الكلام لوحدها لابد برضو من بعض الوزارات اللي هتخش في هذا الموضوع وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية كل الوزارات لابد أنها تشترك في هذا الأمر الشرطة القوات المسلحة ليه؟ لأن احنا بنتكلم على مجهود كبير جداً وكمية من المعلومات لابد أنها توضع في هذا الموضوع يعني خلينا أقول لي حررتك مثلاً أن كل بطاقة من دول ممكن يكون فيها موجود فيها أكتر من 200 معلومة عن هذا المبنى توصيل المرافق بيها اللي هي مياه وقهربة وصرف صحي ومياه واتصالات وكافة الموضوع مجموعة الخدمات اللي موجودة وأي شخص في اللي موجودين دول بيتعامل صحياً مع أنهي مستشفى مع أنهي مركز صحي مع أنهي مركز أممه وطفولة كل التفاصيل اللي بتبقى موجودة أن النهاردة هل المبنى ده مشهر ولا غير مشهر ولو مشهر ده مشهر بأي نوع ففي أكثر من 200 معلومة بتكون موجودة في هذا المنطقة المبنى لو لو الأول كان له صاحب وبعدين اتباع وكل التفاصيل تاريخ المبنى وبقى فيه ورثة مختلفين ده بيزهر من خلال البيان أو من خلال الرقم القومي طيب في حالة أن المبنى كان مؤجر يعني السيدة أو أسرة كانت بتقيم في مكان وبقتش بتقيم في المكان سواء لانتهاء مدة الإيجار سواء لانفصالها وما بقاش ده المكان ورجع التاني للمكان اللي كانت عايشة فيه في الأول عند بيت أهلها إزاي حيتم الربط بين الرقم القومي الخاص بيها وبين الرقم القومي الخاص بالعقار لو فيها أصلا حاجة النهاردة مثلا نهدي الحركة يعني حاجة معينة النهاردة لما بنيجي احنا نأجر أو أي مالك بيأجر وحداته اللي هي موجودة المختلفة دي المفروض أنه هو بيبلغ أن تم تأجير هذه الوحدة اللي بتبقى موجودة بالتالي لما أنا أجي بيتغير الحالة اللي موجودة عليها الموجود مثلا المؤجر اللي موجود ده راح لمكان تاني أو مكان آخر فالمفروض أنه أنا بروح ليه المكان وبسجل أنه هو تم تغيير النشاط لهذا الموضوع أو نقل الحيازة بتاعته من فلان لفلان وبالتالي يسجل في هذا البيان وبتتغير المعلومة اللي موجودة في الوطاقة زي حالك ما بتجي تغيري مثلا في البطاقة التقليدية محل الإقامة أو الحالة اللي موجودة عندنا متزوج أو أرمل أو ما شابه كل ده بيتعامل برضو وهيتعامل لنفس المبنى وفي الحقيقة احنا دائما بنعتبر مدننا كأن حي يعني هو إنسان بيعيش وبالتالي المبنى اللي هو موجود فيه فهو عضو لابد من يكون وجود تعريف ليه احنا المشكلة اللي عندنا طبعا أنه هو نتيجة ليه الترحولات العمرانية اللي حصلت الفترات اللي فاتت دي ففعلا فقدنا المعلومة الأساسية لهذا الموضوع يمكن هم قالوا إنه هو مثلا فيه ست شهور وبعد كده في الآخر ممكن فيه صلاحية لرئيس مجلس الوزراء إنه هو ياخد ست شهور في ست شهور لحد مدى ثلاث سنين تانيين وده في الحقيقة ده الشيء الكويس لكن حكاية إنه إحنا مثلا هنقول إنه إحنا ممكن نعمل هذا الموضوع في ست شهور الموضوع محتاج مجهود وناس وكمية من البشر تشترك في هذا الموضوع وكمية من الهيئات المختلفة والوزرات طبعا مجهود ضخم جدا لكن في النهاية المصلحة هتبقى بالنسبة للمواطن إنه هيبقى معروف إيه هي الحاجات اللي بيعاني منها والمشاكل اللي موجودة في الوحدة اللي موجودة هو ساكن فيها وإذا كان فيه مشكلة في الحيازات اللي موجودة فبالتالي هتكون مؤمنة هيقدر يكون متطمن إنه هو يقدر يتعامل مع المبنى ده بطمأنينة كاملة لإنه هو بياناته كلها يقدر إنه هو يجيبها من جهة واحدة وجهة المفروض إنها تكون متحكمة تماما في هذا المعلومة وصعب تغيير المعلومة فيها وإلا هتكون مسؤولة طيب رؤية مصر عشرين تلاتين قائمة على وجود كنز معلوماتي الدولة بتستفغله كويس جدا وبتقدر إنها تقدم من خلاله الخدمات للمواطن إزاي نقدر نستفيد من إنشاء قاعدة بيانات موحدة لأرقام العقارات دي خصوصا إنه زي ما حالك قلت إزاي وإزاي هي أصلا مش مسجلة إلى الآن فإزاي بقى حيتم التعامل معاها ويتم استصدار أو يتم إصدار رقم قومي موحد للعقار رقم واحد إحنا أولا الدخول في هذا الموضوع هو إيجابيته إنه عارفين المشكلة النهاردة لما بنيجي مثلا نعمل حصر العقارات اللي موجودة المختلفة إيه هو اللي مشهر وإيه اللي غير مشهر والكلامنا كله وبنعرف كمان الأسباب لإن برضو يعني في بعض الناس بتنزل المختصين بينزلوا عشان يعرفوا إيه أسباب المشاكل اللي بتبقى موجودة والمشخلية الناس تعرف تشهر خصوصا مع إن في بعض الاشتراطات اللي هي ظهرت إنك إنت عشان تعمل رخصة لأي قطعة أرض لابد إنها تكون مشهرة وفي نفس الوقت عشان يتم التعامل مع أي شخص آخر في تبادل البيع والشراء برضو لابد إنها تكون موجود في حاجة مقننة تكون موجودة ولازم تكون مشهرة في هذا الأمر كل ده بسبب إن إحنا عايزين نعمل حصر كامل لجميع المباني اللي بتبقى موجودة والوحدات المختلفة وإذا كانت فيها مشاكل معاناة لابد من حصرها عشان الحل بتاعها وبرضو عملية الإزاحة مثلا يعني فيه من ضمن المشاكل ممكن تكون الزحام السكاني اللي موجود في مكان ما ممكن يكون معاناتهم من نقص بعض الخدمات اللي بتبقى موجودة كل الكلام ده لما بيكون في حصر وكمية المعلومة اللي موجودة دي بيبدأ التعامل ما بين الأجهزة المختلفة في داخل المكان الواحد عشان ما يحصلش دولتس أو ازدواجية فيه التعامل مع المكان لأن الإسعاب بيحصل برضو فيه مشكلة للمواطن إن هو بيلاقي إن فيه جهتين بيتعاملوا معاه على نفس الحاجة وفي نفس الوقت هو مش عارف يروح لأنهي فيهم في هذا الموضوع الرقم القومي ده هيحدد له إنت لازم تروح في الحتة الفلانية لإن هو شباك واحد هتروح له هتسجل البيان بالتالي هو هيسمع في جميع الإدارات المختلفة وبعد إنها توجه للجهة المناسبة اللي أنت تقدر تتعامل معها عشان تاخد خدمتك منها هو ده حيفرق عن الترقيم اللي إحنا ماشيين بيه دلوقتي يعني كل عقار بيبقى له رقم 11 شارع كذا ما هو دي مشكلة تانية ودي أحد الأسباب الأساسية النهاردة فعلا ممكن 11 شارع كذا ده ممكن يكون متقرر مرتين زائد كمان أنت عارف حضرتك أن دائما فيه كل جهة من جوة الشارع مثلا يعني فيه ساعات بيبقى فيه شارع بتبقى إيه فردي موجود في اتجاه وزوجي موجود في اتجاه لكن في الآخر خلص لما أنا باجي أسأل على هذا المبنى أنا ما بعرفش لأنه ممكن يكون يحصل إستواجية فيه العنوان نفسه يكون متقرر في نفس الشارع اللي موجودة عندي ده غير إن فيه أسماء شوارع كتير جدا بتكون متشابهة أو يعني مشتركة الأسماء يعني طيب استصدرنا الرقم القاومي بشكل أو بآخر والدولة عدت كل العقبات اللي حتكون موجودة علشان يتم إصدار هذا الرقم سواء بقى إن كان العقار مشهر ولا لأ الأرض مرخصة ولا لأ كل التفاصيل دي حلناها بشكل أو بآخر وطلعنا الرقم القاومي المواطن اللي حيتم من خلاله إتلاف الرقم القاومي للعقار عامدا حيتم التعامل معه زي هو ده في جد قانوني ويمكن لسه يمكن في اللايحة التنفيذية بتاعة القانون نفسه هتوضح في هذا الأمر لكن أنا بتكلم على الهدف الأساسي من هذا الموضوع إن لابد من وجود هذا الرقم القاومي الرقم القاومي ده أنا عشان أنا كمواطن أنا ما ينفعش أتلفه لازم أبقى فيه عندي توضيح لأهمية هذا الرقم القاومي بالنسبة للمواطن يعني يمكن الإعلام نفسه لابد إن هو يشارك في هذا الأمر لأننا النهاردة يعني هي الرقم القاومي ده مش مجرد حاجة بتتعلق على الباب موجودة ولا بتتعلق في هذا الموضوع أنا لازم كمان أعرف أهميته إن بهذا الرقم زي ما أنا ماشي برقم بطاقة معينة وإن كل التعاملات بتاعتي تعاملاتي البنكية تعاملاتي المالية تعاملاتي الخدمية كل التفاصيل دي بتباني المبنى كمان نفسه لازم يتم التعامل بهذا الأمر فبالتالي أنا مش فقط هيكون محافظة على الجزء ده ده بالعكس ده أنا هكون حافظ هذا الرقم لإن أنا لما بروح في أي حتة أنا عايز أدفع إيصاء القاهربة بأدفع بالرقم بتاع القاومي للمبنى عايز أروح أودي ابني لخدمة معاناة للمدرسة مثلا لسه يخش المدرسة فبالتالي بقول لهم يا جماعة أنا الرقم الفلاني فهما بيعملوا على الشبكة وبيشوفوا المعلومة اللي موجودة آه أنت في الحتة الفلانية وموجود في كذا وكذا 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 فبالتالي إذن لك حق أنك أنت تخش هذا المدرسة أو لأ أنت ليك في المدرسة الفلانية وكذا وكذا فبالتالي المواطن نفسه لما هيحس بأهمية هذا الرقم مش فقط هيحافظ على الجوحة لنقص الخدمات كمان بحيث أن الناس تبعرفها كيف يتم تحلق يعني أي مشاكل طبعا بخطوات معينة ولابد أنها تتعمل وتراع الهدف الأساسي من الموضوع اللي هو العقاب عشان خطر أنه هو هيتلف حاجة هو هيتلفها ليه إلا لو يعني ما كانش محتاجها لكن لابد أن أنا أعرفه بعد شوية هيحفظ الرقم مش من أهم النتائج أنها هتكون هتعود بالفادي ده الكبيرة جدا على المواطنين فيه خلال فترة قليلة كل الشكر لك الدكتور سعيد حسنين استشاري التخطيط العمراني نورتنا وشرفتنا أهلا وسهلا بحبتك